من ضمن المقالات اللي كانت موجودة في الصحافة الرياضية في أخبار اليوم الزميل أسامة أبو زيد تحدث عن فرجاني وصلاح وديانج ما يعنينا هنا كلامه عن ألو ديانج قال أسامة أبو زيد للحق ديانج لعب مميز جدا أحد أعمدة الأهلي وواحد من أفضل نجوم مركزه في أفريقيا لكن شطارة إدارة النادي الأهلي إن اللعب أمامه سنوات في القلعة الحمراء وبالتالي لن يرحل إلا بموافقة الإدارة هذا هو الفارق الحياة ده بيخليني أطرح سؤال قال كلام كتير اليومين اللي فاتوا عن إمكانية إعارة أو انتقال ألو ديانج ألو ديانج بس يا سيد إبراهيم كل اللعبة اللعبة الكل أنت داخل علاماتش مهم وعندك فريق يتعرض نجمه الكبير لحالة جماهيرية آآ محبطة لاني منقحمك بناموذج أو أكتر مراضف ومماثل إحنا لما يجي حاجة نبقى نقشها ولا تترقوا في أي شيء لا يعلنوا النادي الآن بس؟ كده طبعا عشان كده بصوا الفريد داخل على مباراة نصف النهائي بنتكلم على قبل نهاية دوري أفطال أفريقيا لو تشوفوا الساحة التونسية الإدارية والإعلامية إزاي بتهيأ الظروف للتراجي وإزاي بتسند التراجي تستغربوا على اللي بيحصل هنا إنك ما تفتح أي جورنان ولا موقع ولا برنامج إلا الكلام عن لعبة الآلي ورحيلها والعروض اللي جاية ومفيش حاجة جاية العروض بتيجي للإعلام ممكن يعني إيه واحد يكلمك بالتليفون يبقى عرض السنة اللي فاتت كان في أحد الأندية الخليجية الكبيرة كان حد مسؤول فيها بيكلمني عندكوا استعداد لفلان عندكوا استعداد لفلان يا جماعة ده مش توقيته ولو في التوقيت المناسب جلنا عرض رسمي مش تليفوني كده قدر أجابك ومشان اللي حاجابك لأنه حعرض وأصحاب الشأن ومتخاذ القرار حيقولولي يقول كذا أو هم يقولوا أي دي قالية العمل في النادي الأهل اللي عايز يعرف حاجة يبعد بشكل رسمي لكن مجسات الوكلاء ومجسات الإعلاميين في هذا الشأن ممكن يبقى لها سند إن فيه وجهة نظرة هو أنا عدلي لما يكون فيه نادي خليجي وامتابعيني وبعدين يجي واحد يعرضني عليهم فيقولوا طب شوفوا ممكن ولا مش ممكن هذا عرض هذا مش عرض صحيح على فكرة ده بيفكرني بدرس كبير قوي قاله كابتن حسن حمدي في حواره مع كابتن مصفى عبدو ما عرفش الناس خادت بالها وده بقى كابتن حسن حمدي بخبراته قيمته قدراته وخلفياته وخلفياته الكبيرة جدا كابتن مصفى عبدو بيسأله ترشح مين صفقات يحتاجها الأهل برافو عليك يحتاجها الأهل برافو عليك أو قل لي إيه المراكز بإنت دلوقت بقى لا في لجنة الكورة ولا في مجلس الإدارة إيه المراكز اللي إنت شايف إنها محتاجة تدعيم كلام ده لو اتسأل لأي حد هيقول محتاجين مش عارفين شوفوا رد الكابتن حسن حمدي قال له أنا بتفرج على الفرق عشان أستمتع بالعبه وعشان أتطمن على النادي أنا مش دوري أقول محتاجة مين ومش محتاجة مين ده دور المدير الفني اللي هو عارف احتياجاته إيه وعارف حالة اللعيبة عنده عاملة إزاي وعارف الناشئين اللي ممكن يتصعدوا ويسدوا هذا الفراغ وعارف مين ممكن يحتاجوا من برا كل ده شأن يخص المدير الفني لا رأي ولا رأيك ولا يجب أن يكون التفكير بهذا الشكل ولا محل حوار يعني هو ده ده اللي بلخص لك كلامي وأصدي إيه أيو لأنه كابتن حسن وهو الرئيس النادي الآلي ورئيس اللجنة التي تدير ملفه كرة القدم هو ده كان منهاجه أيو الجهاز الفني بيطلب وإحنا بندرس ونحاول نحقق له اللي هو عايزه وإحنا أحيانا برؤية مستقبلية أو تسوقية أو إدارية لسلوكيات معينة نتحاور معه إيه رأيك في كذا ولذلك لما كانت أحيانا اللعيبة كبيرة تتعور كان في حوار بين الجهاز الفني واللجنة نخرجها ندخلها في القايمة ونراضيها إزاي ونحافظ عليها إزاي لذلك كان الآلي يتجاوز أزماته باستمرها أي فالكابتن حسن أنا يعني يعني كويس أنك أنا أنا فاكر أقول لك عزيه أن أتعرب لإيه دي لكن هو الحلقة بتاعة الكابتن حسن الحقيقة أدى فيها أكتر من دارس أي وهو يتحدث يعني ده مش مجال إن الواحد يستعرض فيه خبراته وانتقاداته وإحنا كلنا بنتفرج وسعداء بما يحدث في النادي الأهلي والحقيقة النادي الأهلي ماشي إزاي وشوف فرحته وسعدته بنالفريحة السلسية الله وهو الرجل وسعيد جدا قالك مجلس الإدارة بالأسف كابتو الخطيب ماشي في إنجازات كتير وده راجل إيه وراجل يعني في يوم ما خد أحسر رئيس نادي في أفريقيا بصش مسألة الشخصية لا لا بيعلي النادي الأهلي من خلال إنجازاته وإدارات القائمين عليه وعلى شغل المجلس ده وأشهد به دي الدروس يا جماعة هو دي هي دي اللي بتنجح المؤسسات اللي زي إيه العمل المؤسسي مش أنا محدش بيفكر يقول أنا حتى لو يعرف وتتفتكر يعني كابتن حسن في أعداده الخاصة ممكن يقول لك وبعدين قال له أنا في مركزي الوقت عندي معلومات عن اللعيبة والسوق المظري وحالتهم وحالتهم ما عنديش إزاي قفتي ياريت كلنا نفكر بالطريقة دي طب تخيلوا بقى جماعة عشان شبابنا اللي بيزعلوا المؤلوم واحدة واحدة جماعة أنا عارف إنكم بتفهموا عارف إنكم حرسوكم على الأهل وحبوكم نادي الأهل بيخلوكم تقولوا وتنتقدوا وتدوا لما يبقى واحد بقيمة الكابتن حسن يسأل فيكون دراده يبقى إحنا من باب أولى ده يكون موقفنا إحنا برا كلنا بخبرات وتجارب يعني هو مش مسألة هو كابتن حسن كده مش خبير كده مش راجل بيحب النادي الأهلي لا ده قمة الخبرة الإدارية في ده ده قمة المسندة للنادي الأهلي طبعا إن إحنا كل واحد يعرف دوره والحوارات اللي ممكن نقولها مع بعض في عادتنا إيه وانتقاضنا للعمل القائم والدائر والمسؤولين اللي بيتحملوا المسؤولية ما تصدر لهمش الارتباك والحيرة والإحباط أحيانا صحية فيا رب بتكونوا معايا الرسالة وصلت من نموذج زي كابتن حسن وكابتن مصطفى لما سأله هذا السؤال يعني برضو يحاية لأنه إيه ده فرصة يعرف يعرف درس مهم درس مهم صحية